تدخل أزمة عدم صرف الرواتب في البلاد فصلاً جديداً من المعاناة فمنذ ثلاثة أشهر ينتظر الكثير من موظفي القطاع الحكومي انفراجاً لهذه الأزمة تفاقمت أزمة الرواتب بشكل غير مسبوك متسببة بوضع اقتصادي كارثي للمواطنين بعد أن عمدت الميليشيا إلى السنزاف موارد الدولة لصالح ما بات يعرف بالمجهود الحربي وهو ما أدى إلى نعدام السيولة وجعلها غير قادرة على تسليم الرواتب مطالب الموظفين قوبلت بدعوات التخوين والارتزاق من قبل الميليشيا التي عمدت إلى تهديدهم ومنعهم من الاحتجاج ما جعل تلك الاحتجاجات تنتقل إلى فضاء التواصل الاجتماعي حيث أطلق ناشطون هاشتاج جرى تداوله بشكل واسع للمطالبة بسرعة صرف الرواتب تتفاقم معاناة الموظفين أكثر وأكثر في ظل استمرار عدم وجود إجراءات عاجلة لحل المشكلة فيما تبقى آمال الملايين معلقة بانفراج الأزمة التي لا تبدو ملامحها قريبة ترجمة نانسي قنقر